السلام عليكم اخباركم ايه انا عمر موسى وسعيد جدا انكم بتشوفوا الفيديو دلوقتي معايا في قناتي قناة جاوي قهوة النهاردة ان شاء الله مراجعتنا لمكينة قهوة متعددة لاستخدامات تقدر تستخدم معاها كابسولات بانواع مختلفة وكتيرة كمان تقدر تستخدم معاها البودز وكمان البن المطحون في استخلاص قهوتك للسيبرسو يعني معاك جهاز تقدر تستخلص به قهوة للسيبرسو بتاعتك بطرق مختلفة على حسب المتاح والاقرب والاسهل بالنسبة لك تعالوا يلا النهاردة هنجرب سوا مكينة القهوة هايبرو اتش تو بي هنعرف ادائها ونعرف نتايجها هنقيم المكينة سوا ونشوف تستاهل ولا لا يلا بينا مكتوب على العلبة ان استخدامتها شمسة في واحد بالاضافة لانك تقدر تحضر معاها المشروبات البردة تقدر تستخدم مع المكينة كابسولات متعددة زي مثلا كابسولات نسيبرسو وكابسولات دولشي جوستو وكابسولات كيكا بالاضافة انك انت تستخدم معاها كمان البون المطحون وتستخدم معها كمان البودز وهنا لما بنقول كابسولات القهوة نسيبريسو ودولشي جوستو معناها ان مش لازم تستخدم كابسولة نسيبريسو بس انت بتستخدم اي كابسولة متوافقة مع نسيبريسو في شركات كتير جر نسيبريسو وجر دولشي جوستو بتنتج الكابسولات المتوافقة معاهم فانت تقدر تختار النوعية اللي انت بتفضلها المهم انها تكون متوافقة مع نسيبريسو او متوافقة مع كمان المكينة فيها وده بيحاكي نفس المعيار اللي موجود في ماكينات دولشي جسطو بحيث ان كل كابسولة دولشي جسطو بيكون مرسومة عليها عدد شرط معينة تستخلص بناءا عليه فانت بتختار العدد ده في المكينة وتحط الكابسولة وتستخلص فبينزلك الكمية المناسبة بناءا على الكابسولة اللي انت بتستخلصها كده انت مش محتاج ميزان او معيار وبتكون متأكد انك هتستخلص كمية مناسبة القهوة فيها بتكون مزبوطة وبيجي معها ادابتور خاص بالكوفي بودر الادابتور ده بيكون معاه اتنين بسكت بسكت دابل شوت تقدر تحط فيه لحد 14 جرام من القهوة المطحونة وبسكت تاني بيكون مخصص للبودز ESE وعلى فكرة البسكت ده نقدر كمان نستخدمه كسنجل شوت نحط فيه من 7 ل 8 جرام قهوة مطحونة ونستخلص بقهوتنا للناس اللي بتحب تستخلص سنجل شوت الماكينة بتجيب لونين لون اسود مع سيلفر واللون ابيض مع روز جولد الماكينة زي ما قلت لكم 220 فولت 1450 وقت الماكينة بيجي معها اربعة ادابتور ادابتور خاص بكابسولات النسي بريسو بتحط في الكابسولة عشان تستخلص بالنظام المتوافق مع النسي بريسو الادابتور التاني بيكون خاص بدولشي جسطو بتحط في اي كابسولة متوافقة مع دولشي جسطو تستخلص بها اهوتك والميزة بدولشي جسطو انك انت بتقدر تستخلص اهوتك كاملة بالحليب بتاعك بالرغوة بكل حاجة فانت هنا مش محتاج لملك فروسر كمان بتستخلص حاجات كتير زي الهوت شوكلت والجلاكسي وحاجات كتير بتكون موجودة في دولشي جسطو ومعها ادابتور كمان تقدر تحط فيه كابسولات كي كوب تستخلص من خلالها للسي بريسو بتاعك واخيرا بيكون ادابتور الخاص بالبون المطحون بتحط فيه اما البسكت الدبل شوت اللي بيجي معها ده بتحط فيه من 13 ل 14 جرام بون مطحون بدرجة للسي بريسو بتستخلص بيه اهوتك واخيرا بيكون البسكت الخاص ببودز اس اي البودز دي بتكون عبارة عن عبوة جهزة سريعة لاستجدام بيكون فيها بون مطحون فانت بتحط العبوة وبتستخلص اهوتك بشكل اسرع واسهل كمان نقدر نستخدم البسكت ده كسنجل شوت هنحط فيه من 7 الى 8 جرام ونستخلص سنجل شوت للناس اللي بتحب تاخد كميات اقل من اللي السي بريسو بيجي مع المكينة معلقة بتاخد من 7 ل 8 جرام بون وكمان بيكون فيها تامبر تقدر توزع وتكبس بيه سطح البون في البسكت بتاعك وبيكون معاها مضخة يدوية المضخة دي بتساعدك على انك تخرج او تطرد الهواء اللي موجود في المضخة قبل استخدام المكينة لما بتكون جديدة او لما بتركنها لفترات طويلة كمان بيجي لك معاها بين تقدر تنظف بيها الابرة الخاصة بادابتور كابسولات الدولش جوستو تانك المكينة من البلاستيك وبيكون معاها غطى بلاستيك تقدر تشيله بالكامل او تركبه التانك بياخد 600 ملي من المية زي ما قلتلكم بيكون عليه علامة ماكس المفروض ان احنا ما نتخطهاش في تعبئة التانك تقدر تعب التانك وهو موجود في المكينة او تشيل التانك برا المكينة تغسله براحتك وتعبيه وترجعه تاني للمكينة على ظهر المكينة هنا بيكون في ملصق موضح عليه طريق تشغيلك للمكينة في اول مرة ازاي تترد منها الهواء اللي موجود في المضخة عن طريق استخدام المضخة اليدوية المكينة تصميمها مدمج وشيء جدا التصميم دايما انا بقول انه نسبي بيفرق من واحد للتاني لكن على الاقل حجم المكينة مناسب جدا زغير تقدر تحطها في اي مكان بسهولة مش هتضايقك الليفر بتاع المكينة او الرافعة بيكون من الفلاز المقاوم للصدق وده طبعا حاجة بتكون مفيدة لان بيكون دايما فيه تصاعد ابخيرة ورزاز مية من هنا فطبعا دي حاجة بتدي عمره اطول للمكينة المكينة من فوق بيكون فيها ثلاث ازرار زرار خاص بالطاقة لتشغيل وايقاف المكينة وزرار خاص بالاستخلاص بتضغط عليه عشان تبدأ في استخلاص قهوتك والزرار الثالث اللي بتقدر تختار به المعيار المناسب لاستخلاص قهوتك وبيكون عندنا هنا مؤشر للدرجات اللي بتكون مرسومة على الكابسولة بتاعتك واللي بتعرفك انت هتستخلص كمية قهوة قد ايه تقدر تستخلص بحسب كمية الشرط او تقدر انك انت تضغط على زرار الاستخلاص تاخد الكمية المناسبة اللي انت محتاجها ولو ضغط عليه مرة تانية هتوقف استخلاصك حتى لو انت لسه مخلصتش المعيار اللي انت محدده مسبقا فاسفل المكينة بيكون صنية التقطير وحامل الكوب او الفنجان بتاعك حض التقطير بيكون بلاستيك بالكامل وعليه صفاية من البلاستيك برضه الصفاية دي تقدر تشيلها عشان تديك مستوى اكبر في حالة كان الكوباية بتاعتك اطول هناخد دلوقتي كل الاكسسورات والملحقات اللي بتيجي مع المكينة هنكسلها كويس تحت الحنفية هنعب التانك مية وهنرجع ونجربها سوا ونشوف نتائج اول لو بنضغط على زرار الطاقة او زرار الباور بينور باللون الاحمر وبيكون الازرار اللي حواليه اللي هو الاستخلاص والمعيار بيعملوا فلاش باللون الازرق المكينة بتاخد حوالي 35 ثانية عشان تكون جاهزة للاستخدام بعدها هنلاقي الانوار دي كلها ثابتة مش بتعمل فلاش نعرف ان المكينة جاهزة المكينة دلوقتي جاهزة للاستخدام هنجرب سوا البودز البودز دي زي ما قلت لكم بتكون عبارة عن عبوات سهلة الاستخدام نفس نظام فلتر الشاي الفتلة بيكون فيها بورن مطحون بدرجة السبريسو بنستخلص القهوة بتاعتنا بشكل اسهل وابسط هناخد الادابتور الخاص بالبودز هنحط فيه البسكت الخاص برضو ببودز يفضل ان احنا نسخن المكينة بتاعتنا ونسخن الادابتور ونسخن الكوباية اللي احنا هنستخلص فيها عشان ناخد افضل درجة حرارة ممكنة للقهوة بتاعتنا طيب ده هيكون ازاي هنركب الاول البسكت البسكت هنا بيكون فيه زي نتوء او نقطة برزة وفيه عندنا هنا في الادابتور تجويف او مجرى المفروض ينزل فيها فهنركبه كده في الاتجاه بتاعه وقبل ما نحط فيه البودز او الكابسولة او البودر بتاعنا هنقفله وهنرفع الليفر بتاع المكينة هنركبه في المكينة هننزل الليفر هنحط الكوباية اللي هنستخلص فيها او الفنجان وهننزل فيها شوية مية سخنة زي ما قلت لكم هنسخن المكينة وكل الادوات اللي احنا هنستخدمها هنضغط على زرار الاستخلاص عشان تنزل مياه المكينة هنا بتاخد وقت عبال ما تسخن وتنزل المياه بتاعتها اضغط على زرار مرة تانية لما اخد الكمية اللي انا محتاجة هنشفه كويس قبل ما احط فيه البودز بتاعتي ده شكل البودز بتاعتي بحطها في البسكت بقفل الادابتور بتاعي وبركبه في المكينة انزل الليفر ضروري جدا ناخد بالنا ان احنا ما نرفعش الليفر ابدا اثناء الاستخلاص او اثناء تشغيل المكينة انا دلوقتي بحدد الاستخلاص بتاعي على علامة رقم واحد هضغط على زرار الاستخلاص عشان ااخد الكمية بتاعتي طيب لو انا وصلت الكمية اللي انا محتاجها قبل ما تخلص العلامة او المعيار بتاع المكينة ممكن اضغط مرة تانية على زرار الاستخلاص عشان اوقف مش لازم استنى لحدا ما المكينة تنزل الكمية كاملة او تخلص التوقيت بتاعها كباب بتاعتنا مسخنينها مسخنين كل حاجة هندغط على زرار الاستخلاص المكينة هتجهز وهتسخن عشان تبدأ الاستخلاص اخدت الكمية المناسبة بتاعتي ما شاء الله الاستخلاص جميل جدا الريحة قوية طبعا هيكون بناء على نوعية البودز اللي انت بتستخدمها لكن المكينة نفسها من الزلالي القهوة كريمية جدا سطح الكريمة جميل لونه جميل ممكن في مكينات تانية مثلا بيكون الكريمة بتاعتنا بابلز لا هنا سطح الكريمة كريمي جدا اهم حاجة الطعم تعالوا نشوف القهوة بتاعتنا طعمها ايه اول حاجة درجة الحرارة درجة الحرارة عالية طبعا انا سخنت كل حاجة قبل استخدام المكينة ولفت انتباهي اول حاجة ان اخدت درجة حرارة مناسبة جدا للمشروب بتاعي ما شاء الله تعمل السبريسو فيها بالبودز جميل جدا مش محروق مثلا فيه مرارة وفي نفس الوقت مفيش فيه حمضية استخلاصت بالبودز اخدت قهوة جميلة جدا طعمها جميل تعالوا نجرب ونشوف كابسولة نسبريسو هيكون استخلاصة هناخد الادابتور الخاص بالكابسولة وكابسولة النسبريسو زي ما اتفقنا نفس الاجراءات اللي فاتت هنسخن الفنجان بتاعنا وهنسخن الادابتور وبعد كده هنحط الكابسولة بتاعتنا هرفع الغطا بتاع الادابتور هركب الكابسولة بالعكس كده هتأكد انها نزلت في مكانها كويس وهقفل الغطا وهركب الادابتور في المكينة هنزل الليفر زي ما اتفقنا برضو انا اعمل على علامة رقم واحد وهستخلص على قد ما انا عايز لو استخلصت قبل العلامة وتخلص هوقف يلا بسم الله ده استخلاص القهوة بتاعتنا ما شاء الله شايفين طبقات القهوة سطح الكريمة الريحة قوية حرارة القهوة جميلة جدا للناس اللي بتحب القهوة بحرارة عالية مش القهوة الدافية وزي ما قلتلكم السر في حرارة القهوة مع اي مكينة منزلية حتى لو مكينة القهوة بتاعتك مش بتدي حرارة عالية اهم حاجة انك انت الاول قبل استخلاصك تسخن المكينة تسخن الادابتور او الباسكت الكوباية اللي انت بتستخلص فيها كل ادوات اللي انت بتستخدمها اللازم تسخنها عطريق ان انت تنزل شوية مية نص كوباية او كوباية بتنزل مية سوخنة بتسخن الحاجات دي كلها بتستخلص مباشرة بعدها هنا القهوة بتاعتنا ما شاء الله القهوة قوية وجميلة انا شخصيا عاجبني القهوة عاجبني قوامها وعاجبني استخلاصها والكريمة بتاعتها وحرارتها كده جربنا البوتز وجربنا كابسولات المتوافقة عن السبريسو تعالوا يلا نجرب البون المطحون هنستخلص في الباسكت هحط 13 جرام بون هسخن كل حاجة زي ما اتفقنا ونجرب استخلاص قهوتنا شكله ايه مع نفس الادابتور اللي استخلصنا به البوتز بتاعتنا سخنت برضو الادابتور والكوباية وكل حاجة هستخدم المرة دي الباسكت الدبل شوت اللي بيجي مع المكينة هحط فيه 14 جرام بون مطحون نفس درجة طاحن اللي بستخدمها مع اغلب مكينات السبريسو بالمعلقة اللي بتيجي مع المكينة فيها تنبر هوزع وهساوي سطح البون لو انت مش عندك ميزان ومش عارف انت بتاخد كم جرام بون هتستخدم المعلقة ديت هتاخد منها معلقتين لان المعلقة الواحدة بتاخد من سبعة لثمانية جرام فانت هتاخد معلقة بون ممسوحة مش مليانة قوي هتعب معلقتين في الباسكت بتاعك يلا بسم الله نجرب المكينة بتاخد وقت حوالي 5-6 ثواني كده بتحضر فيها بتسخن الميا عقبال لما بتنزل الميا في الفنجان او القهوة بمعنى اصح طيب تمام عندنا هنا اول علامة على درجة الطحن اللي انا عملها ادتني بالزبط طيب تعالوا بقى نشوف القهوة بتاعتنا برضو سطح الكريمة ما شاء الله عجبني في المكينة ديت ان الكريمة بتنزل كريمة مش بابلز ورجاوي وفقاعات تعالوا نشوف برضو الريحة ريحة القهوة ما شاء الله جميلة وواضحة بسم الله ندوق على فكرة يعني دايما يفضل انك انت عشان تشرب القهوة للسبريستو بتاعتك انك تقلبها عشان تعمل ميكس او خلط لطبقات القهوة اللي بتنزل أثناء الاستخلاص جميل زي بقى الاستخلاصات درجة الحرارة معقولة جدا 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 الناس اللي بتحب تاخد قهوتها سخنة ريحة القهوة جميلة الطعم او مذاك القهوة جميل جدا وواضح قوي مفيش مرارة مفيش رحة حرق مفيش حمضية الاستخلاص مزبوط بالنسبة لباسكت مضبوط طعم القهوة عجبني جدا الى الان اداء المكينة في الحاجات اللي احنا جربناها جميل وعجبين حتى كمان سطح الكريمة اللي على القهوة له طعم طعم كويس جدا طيب دلوقتي جربنا جربنا البوتز جربنا البون المطحون يلا بينا نجرب كابسولات دولش جستو هنجرب لاتي مكياتو ونشوف نتيجة شكلها ايه دولش جستو الميزة فيها ان بيكون معاك كابسولتينك كابسولة بتستخلص بيها قهوتك وكابسولة بتنزلك الحليب المخفوق يعني في الحالة دي بتاخد مشروبك كامل مش بس السبريسو ده شكل الكابسولة بتاعت القهوة يا لبن بيكون لونها بني وده شكل كابسولة بتاعت الحليب هنا على الكابسولات بيكون مكتوب المعيار بحسب العلامات اللي احنا اتفقنا عليها في المكينة اللي هتستخلص لحد عندها انا سخمت المكينة زي كل مرة وجاهزة هنحط الاول بقى كابسولة الحليب عشان احنا هنحضر لاتي مكياتو اللي هو بيكون طبقات ولو كوبايتك كبيرة فهنا تقدر تشيل الصفاية عشان تاخد مساحة اكبر او ممكن نشيل حوض التقطير كله بالكامل هزبط المعيار بتاعي على ليفل رقم 5 بعد كده هبدأ استخلاص زي ما تشايفين هي دلوقتي بتنزل الحليب المخفوق بحسب الكمية اللي حددناها في العلامات تمام هنشيل بقى كابسولة الحليب وهنركب كابسولة القهوة هنا مرسوم عليها علامتين او شرطتين فانا برضو هحدد الليفل بتاعي عند رقم اتنين وهنكمل استخلاص بكده اخدنا المشروب بتاعنا بالكامل زي ما تشايفين دي النتيجة ما شاء الله الشكل جميل زي اللي مرسوم على العلبة بالزبط عندنا برضو طبقات اللي هو اللاتيمة كياتو طبقة الحليب تحت بعد كده طبقات القهوة واخيرا طبقة الفوم وده شكل المشروب النهائي بتاعي تعالوا كده ندوق بعد من خلص ضروري ننجع الصفاية مكانها ما ننساش لان الكابسولة بتفضل تنقط اقلب المشروب بتاعي انا شخصا بحب اقلب اللاتيمة كياتو عشان اعمل ميكس اكتر ما بين الطعم القهوة وطعم الحليب لكن فيه ناس بتحب تشربوا طبقات كده مع كل شفطة بتحس الطعم مختلف في كوباية القهوة بتاعتك بسم الله لاتيمة كياتو كراميل لاتيمة كياتو كراميل لاتيمة كياتو كراميل كوباية القهوة طعمها جميل ودرجة الحرام مزبوطة اخدت المشروب الكامل بكل سهولة وبكل بساطة فيه حاجات اضافية كمان في المكينة انك انت تقدر تستخلص بكابسولات كيكوب معانا الادابتور بتاعها كمان تقدر انك انت تستخلص القهوة بتاعتك على البارد يعني تقدر تعمل بها قهوة مسلجة او قهوة باردة انك انت بتحط في التنك بتاعك مية بردة او بتحط مية فترة وعليها تلك فبتبقى برضو مية بردة وبتشغل المكينة بس المرة انت تضغط لمدة 3 ثواني على زرار التشغيل فالمكينة بتبدأ في تشغيل بتحط كابسولة بتاعتك وبتستخلص القهوة شركة نسكافيه بتنتج كابسولات خاصة بدلش جزته الكابسولات ديت كابسولات قهوة بردة تقدر تستخلص بها قهوتك كولد برو وتعمل بها قهوة مسلجة او مشروب مسلج ان شاء الله هحاول اوفرها قريب وهنجرب مع بعض القهوة البردة او القهوة المسلجة في المكينة ونشوف برضو النتيجة عبارة عن اين بعد ما جربنا بقى كل امكانيات المكينة او مع بعض تعالوا كده على السريع اقول لكم ايه الحاجات المميزات اللي موجودة في المكينة او ايه الحاجات اللي عجبتني في المكينة وهتفرق معاك في الاستخدام اليومي اول حاجة ان المكينة بتوفر لك استخلاص السيبرسو بتاعك بمختلف الطرق يعني انت مثلا كابسولات السيبرسو هتشتغل معاك كابسولات دولش جزته حبيت تستخلص مثلا ببودز الاسي هتشتغل معاك حبيت تستخلص ببن مطحون او تجيب البن مثلا حبوب وتضحن وتستخلص انت عندك كل الطرق وعندك كل الامكانيات طيب ما هنا ممكن مثلا لو عايز استخلص من البداية بكابسولات نسيبرسو اشتري مكينة نسيبرسو او مكينة خاصة بنسيبرسو لو عايز دولش جزته اجيب مكينة وهكذا ليه اجيب كابسولات متعددة اوقات بيكون فيه عروض او خصومات او اصدارات جديدة لكابسولات وانت عايز تشتريها تختانم الفرصة وتشتريها كمان احيانا انت بتكون عايز تجرب اكتر من حاجة في اوقات مختلفة احيانا احيانا بيكون عندي مكينة نسيبرسو وبشوف كابسولات معينة في دولش جزته مثلا بنكهات معينة او باحقات معينة بكون عايز اجرب ممكن مثلا عايز تجيب حبوب معينة من محمصة معينة مثلا احادية المصدر او قهوة مختصة وعايز تضحن وتجرب فانت كده معاك كل الطرق برضو انك انت تقدر تستخلص قهوتك باي طريقة انت حبيبها او اي طريقة شفتها في اي وقت وانت عندك المكينة بالفعل فتقدر المكينة بتجرب الطريقة ديت بسهولة عشان كده قلنا ان المكينة الزغيرة في التصميم والحجم دي تعتبر منصة السيبرسو موجودة عندك في البيت من الحاجات اللي عجبتني في المكينة هي الحرارة المشروب الحرارة بتنزل سخنة وعالية ناس كتير جدا بتسأل عن حرارة فالحرارة في المشروب ممتازة جدا لاستخلاص فيها كويس المعايير مزبوطة يعني احنا قلنا هنا معانا سبع معايير نستخلص بيها وبناء على المعايير اللي مكتوبة على العلبة والكمية بالملي انا وزنت الكمية اللي باستخلصها لقيت نفس الكمية بالزبط فانت تقدر تستخدم كابسولات دولشجوستو وانت متطمن انك هتاخد نفس الكمية بالزبط مكينة هايبرو اتش تو بي تقريبا كان لها ثلاث او اربع اصدارات قبل المكينة ديت وده معناه ان الشركة قاعدة تطور وتعدل على الاصدارات بتاعتها بحيث انها توصل لك خيارات اكتر ومزايا اكتر ودي ميزا انا احتسبها للشركة ديت اما الجديد في الاصدار الاخير اللي موجود معايا دلوقتي واكتر حاجة واضحة هي السبع معايير او السبع مراحل اللي بتستخلص من خلالها بطريقة دولشجوستو فكده المكينة بقت قريبة جدا لكابسولات دولشجوستو تقدر انك ولا تحسب واللي في مصر وبيفكر يشتري المكينة او عايز يشتري المكينة بس بلكم رابط بتشتري منه المكينة بعرض مميز جدا بمناسبة مرور سنتين على وكيلها في مصر ولو ملحقتش العرض ده هسيب لك كود برضو هتكتبه هتاخد خصم كويس جدا على المكينة وانت لو عندكم اي استفسارات عن المكينة ياريت تكتبوها لي في التعليقات سعيد جدا انكم بتشوف الفيديو دلوقتي معايا ويلا هسيبكم بقى عشان استمتع